الله على شكل الفريخ. شفت الفريخ يا بنات طلع جميلة ازاي? صنية بطاطس بالفريخ. بس ايه? طعمها روعة وشكلها. طبعا العين بتاكل قبل البقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا بنات? عاملين ايه? يا رب تكونوا بخي. عندنا النهاردة هنعمل صنية بطاطس بالفريخ. دي ده نص كيلو بطاطس. وعليه بصرية. هنقشر البطاطس. تجيب البطاطس بقى آآ متوسطة او صغيرة زي ما انت حبها. في ناس بتحبت تجيبها متوسطة. علشان تبقى سهلة تقطعها. قشرتها. هبتدي قطعها معكم. طبعا بقطعها تبقى دخينة شوية محملة يعني زي ما بيقوله. هبتدي قطعها كلها. طبعا كل سنة وانتوا طيبين نزبت آآ آآ ليلة النصف من شعبين. وتقبل اللهم مننا ومنكم سائل الأعمال يا رب العالمين. واللهم بلغنا رمضان. ان شاء الله في وصفات حلوة كتير في رمضان. اللهم من شعبين. هبتدي قطعها كلها. هبتدي قطعها كلها. هنبتدي نقطع لنقطع البصلية. شرايح رفيعة. هنبتدي نقطع البصلية. هنبتدي نقطع البصلية. هنبتدي نقطع البصلية. عندي هنا توابل ملح وفلفل وبهرات. وعندي توم. هحط الملح والفلفل والبهرات فوق البصلية. وحدعك البصلية قويس قوي. بالبهرات. وعندنا فلفل اخضر هنقطعه برضو شرايح. عندك فلفل حامي قطعي. زي ما انت حب. هنقطع كله. وشتركوا في القناة. عميه رفيعة. عميه رفيعة. اشتركوا في القناة طبعا احنا عملنا البصل هنحطه فوق البطاطس ونقلبهم قويس قوي انا بسيب البصل في التدبيلة دي وتدبيلة التوم كمان شوية يعني شوية خمس دقيق كده ولا حاجة بحيس ان البصل يتشرب من التدبيل بقلبه كويس قلبه بمعلاقة قلبه بأيديا عندنا طماطم وده التوم طبعا هنفروم الطماطم في الخلاط وهنحط عليه ملح وفلفل فلفل اسمر وهنحط عليه التوم نفرومه معاه ونحطه الخلط كله هنسويه شوية على النار بحيس ان هم يبتدي يدخل في السوا وبعدين نحطه في طواجن قالب زي ما انتوا عايزين هندخله الفور ونحط عليه الفراخ تتحمل او لو انت عامل لحمة هنحط اللحمة برضو في قلب الطواجن قلب الصينية وهي دخل الفور بيتشمع نص ساعة كده وتلاقي الفرخة تحمرت او اللحمة تحمر عندي حلة هنحمر رز بالشعرية قطينا الحلة على النار بتحطي اي مادة دهنية زيت او زمنة بنحط شوية شعرية بنحمرهم بنحمرهم كويسة على النار وطبعا احنا كان عندنا الروز غسلينه بحط الروز بحط عليه ميته يعني لو كوبايتين روز بحط كوبايتين مية ما بعيرش مية للشعرية عندي اه حلة تانية بحط فيها حتة سمنة وده لسنة صفور قامل شوية شربة جنب جنب الاكل بحمر الشربة بحمر الشعرية او شعري عندك شعرية فيه ناس بتحب الشعرية متحبش لسنة صفور بحمر اللسنة صفور انا بحط عليها طمط ماية او نص طمط ماية دي نص طمط ماية بتخلي تعمها حلة طبعا ده بعد ما اتحمرت حطيت الشربة وحطيت الطمط ماية وهاغطيها تبتدي بس تغلي غلوتين تلاتة واطفي عليها وتاخد سواها في السخون بتاعة الحلة علشان ما تبقى ما تشربش المية بتاعت الشربة بتاعت كده وقت التقديم عملنا توجين الشربة اللسنة صفور ودي البطاطس بالفراخ طبعا شكلها جميل جدا اللسنة صفور